الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام في حقيقة مؤكدة ليس كل ما يلمع ذهبا هديكم أمثلة على كده الأعلانات التلفزيونية لما بتحب تسوى لأي منتج بتحاول تخلي الشكل جزاب سندوشات الهومبورجر اللي احنا بنشوفها وشكلها بيبقوا وخطير دي غير صالحة للأكل ببساطة لأن الخبز بيدهن بملمعة للأحزية لونه بني عشان يدي اللامعة اللي انتوا بتشوفوها حتى كمان مكعبات التلج اللي بتتحط في المشروبات الغازية دي أساسا بلاستيك لأن التلج بيدوب بسرعة والفوران اللي بنشوفه في المشروبات الغازية دي عبارة عن أقراض فورة للحموضة بتتحط في المشروبات دي عشان تدي المنظر الواو فليس كل ما يلمعه ذهبا والمثال التاني على أن ليس كل ما يلمعه ذهبا الناس اللي شغالين في الإعنانات وفي اليوتيوب اليوتيوبرز دايما يكون مهتم بالنص اللي بيطلع على الكاميرا يكون واو ستايل أما النص اللي تحت ساعت يعني بيبقى أقل شوي وآخر شيء أخبار الرفق بالحيوان اللي كل شوية بيشوفها في الميديا أكيد الغرض منها التلميع لأن اللي عنده رفق بالحيوان لازم كمان يكون عنده رفق بالإنسان بالأطفال والإنساء اللي بيموتوا بسبب أو بدون سبب لازم يكون في رفق بالإنسان قبل الرفق بالحيوان راوي حديث اليوم من الرواد في الإنسانية والرفق بالحيوان كان يرعى جنم أهله وكان لديه هريرة صغيرة في الليل كان يضعها في الشجرة وفي النهار كان يلعب بها وبها كنية أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه السنة النبوية المعترة اهتمت بالرفق بالحيوان وفيه العديد من الأحاديث عن الرفق بالحيوان هنركز هنا عن الكطط كلنا نتذكر المرأة التي دخلت النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض يعني حشرة الأرض وبعد كده في الكورون الوسطى ومع الظهار الحضارة الإسلامية ظهرت الأوقاف اللي بترعى الحيوانات عندك مثلا في الشام مدرسة الكطط كانت بتوفر للكطط المقوى والطعام والرعاية الصحية كل ده مجرد نبذة بسيطة عن الحضارة الإسلامية واهتمامها بالرفق بالحيوان وحترك مقالات لللي حاب يستزيد من المعلومات ولأن ليس كل ما يلمع ذهبا دعونا نترك الحضارة الإسلامية المزدهرة وننطلق إلى أوروبا أصدر البابا مرسوم عام 1233 بقتله ملاحقة الكطط وأصبح طواية في العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا والجيكا وفي عام 1347 زاد عدد الفئران والجرذان وزاد معه انتشار الأمراض مثل الطعون الأسود هذا الطعون قضى على ما يقارب من 200 مليون نسمة يعني ثلث سكان أوروبا طبعا ده كان في نفس الوقت بيبتكون به الحملات الصريبية على الدول الإسلامية سبحان الله والآن مع حديث اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وكمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في الظاهر أن الدعاء ده في قصوة لكن الأول دعونا نعرف يعني أعرابي الأعرابي هو من يسكن البادية والطبيعة في البادية قاسية جدا فبيكون الإنسان على سجياته وطبيعته ليس هناك مجال للتكلف أو تزويق الكلام ده رقم واحد ثاني حاجة حسن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ثالث نقطة أن المخالف عن جهل تعامل بالحكمة واللين فدواء الجهل هو العلم والتعلم ورابع نقطة أن الأمر بالمعروف والناهي على المنكر يتطلب معرفة أحوال الناس وطباحهم آخر وأهم نقطة قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ونحن شيء جزاكم الله خير على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة يريد كلنا نعمل شير الفيديو ولو نعمل سبسكرايب ولايك وشير للصفحة اليوتيوب ولو تزوروا صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته